أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماته فما هذا الإله وهل أوضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تصلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت القشبات حملا إله الحق شد على قفاه وكيف دنى الحديد إليه حتى يخالقه ويلحكه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطل قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا ذم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما اختراه أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب العله عليه كوها وقد شدته تسمير يداه فذاك المركب الملون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهال عليه رب الخلق طرا وتعبله فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أنقذ حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا ردايته وهذا منتغاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر